بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسليين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بسم الله تعالوا أحكي لكم اليوم يا أول ثانوي شو بنا نأخذ تذكر شو أخذنا الحصة الماضية أنت أنت شو أخذنا الحصة الماضية وأنت شو أخذنا الحصة الماضية ذكرين أكيد ذكرين شو أخذنا حل متباينة القيمة المطلقة وقلنا فيه متباينة أقل وفيه متباينة أكبر والاقل إلي حل واحد والاكبر إليها حلين تمام هذا الحصان الماضي كان حصتنا اليوم نفس الإشي بتحكي عن متباينة قيمة مطلقة بس هاي المتباينة شمالها تحوي قيمة مطلقة في طرفيها يعني في الطرف اليمين في قيمة مطلقة طرف الشمال برضو في قيمة مطلقة طيب كيف ننحلها خطوات حالها ثلاث خطوات خطوة الأولى زي كأنه معادل نعتبرها معادل لو كان يساوي نأخذ لجوء القيمة مطلقة هاي الجزء الاول الجزء الثاني ناخذ اللي جوا القيم مطلقة هاي من سوية بمعكوس اللي جوا القيم مطلقة هون يعني نضربه بسالب رح يطلع حل هون ورح يطلع حل هون في عندي حلين رقمين الرقم هذا والرقم هذا طب شو بعمل بأخذ رقم بينهم ثم بعوضه في المتباين الأصلية إذا حقق الشرط بقوله الحل يقع بينهما وده ما حقق بقوله الحل على الأطراف تمام تمام فهمنا في ناس فهمت طب في ناس بقول لك فهمش في اللي حكي يا عمي تعال شوف المثال مشان تفهم مشان الله تعال تعال أفهمك المثال مشان تفهم شو اللي كنا نحكي عنه موضوع بسيط بدي أحل هاي المتباينة وأحلى ألوان العيونكو يالله هاي قيمة مطلقة أكبر من قيمة مطلقة عندي طب كيف حلها بقول له بأخذ اللي جوا القيمة المطلقة هادا ثنين اكس زائد واحد وبقول لك يساوي ثلاثة اكس ناقص اثنين تمام أو ثلاثة اكس زائد واحد ثلاثة اكس زائد واحد تساوي بضرب هاي بسالب سالب ثلاثة اكس زائد اثنين ضربت هاي بسالب صارت هاي سالب وهاي موجب طب أعكس هاي ولا هاي بتعكس واحدة منهم هاي أو هاي مش فارقة ماشي معادلة عادية نحلها يعني طلق قيمة اكس يالله طلق قيمة اكس يا عمي اسمع تجيب الاكسات عن بعض احنا منحب نجيب الاكس عند الاكس والرقم عند الرقم جماعة الاكسات مع بعض هذول مش الخمسات مش تخميس الاكسات اثنين اكس موجب بنقوله هون بصير سالب تساوي سالب اثنين امش نحط اثنين سالب اثنين هاي طب موجب واحد نوديه هون سالب واحد طب اثنين اكس ناقص ثلاثة اكس سالب اكس وعندي سالب اثنين ناقص واحد سالب ثلاث طب هنا يوجد سالب وهنا يوجد سالب فالسالبين يذهبان حلوة يا قلبة عربي راح السالب مع السالب بظل اكس تساوي قديش ثلاث حلو طب نحل المعادلة الثانية هاي عنا اثنين اكس ثلاثة اكس زائد واحد يساوي السالب ثلاثة اكس زائد اثنين نجيب الاكس عند الاكس والرقم عند الرقم 3x بالضل طب هاي سالب لما نقولها بصير موجب هاي موجب 3x وانا عنا اثنين موجب واحد لما نقوله شو بصير سالب واحد طب 3x زائد 3x 3x زائد 3x 4x 5x 6x هاي ستي اكس يساوي اثنين ناقص واحد واحد على ستة على ستة طب محتاش ينتبه انه فيه غلط قبل ما نكمل اه والله فيه غلط وينه يزيب صح صحوه ان شاء الله واركوا هاي 2x ولا 3x يعني هاي 2 ان شاء الله 2 2 شو ما هنا اه 2 هاي 2 ف2x زاد 3x 5x على 5 على 5 بتروح لخمشات مع بعض بضل 1 على 5 1 على 5 و 3 يعني صار عندي حلين انا 1 على 3 1 على 5 وعندي 3 الساحاته رقم بين ال 1 على 5 و 3 ايه رقم بتكم اياه طب شو الرقم اللي بنا نختاره جاي بين 1 على 3 1 على 5 و 3 1 1 على 5 اقل من 1 و 3 اكبر من 1 خلنا اخذ ال 1 جربنا اخذنا الرقم x يساوي 1 اخذتوا لو عوضتوا بالمتباينة هون شو بصير عندي اثنين ضرب واحد اثنين هاي اثنين زائد واحد هل هي اكبر من 3 ضرب واحد اللي هي 3 ناقص اثنين طب اثنين زائد واحد ثلاث هل هي اكبر من 3 ناقص واحد الثلاث ناقص اثنين اللي هو واحد شو رأيكم الثلاثة اكبر من واحد اخذ اتصال الثلاثة اكبر من واحد اه بقول لي اه طب اه يعني صح الثلاثة اكبر من واحد اذا كان الحل الرقم اللي اخترناه بينهم صح الاجابة لما عوضها بالاصلية بقول له اذا الحل يقع بين الرقمين فبكتب الفترة بجيب لصغير لكبير لصغير اول اش واحد على خمسة فاصلة بحط لكبير ثلاثة طب حط الفترة مغلقة ولا مفتوحة بقول له عاية سهلة بنرجحون في مساواة مغلقة طب ما في مساواة مفتوحة وبما انه ما في مساواة شو فترتنا بتكون فترتنا مفتوحة لايك وقلب ع السؤال الثاني يلا نفس الاشي نشوف السؤال الثاني شو بقول هاي السؤال رقم 2 حلوة رقم 2 عجبتني هاي لفولي منها ثلاثة برضو نفس الاشي قيمة مطلقة اقل او يساوي قيمة مطلقة شو نعمل ايوها سمعوني سمعوني اسمع اسمع صدى صوتك مع ضجة الناس الان هاي لما انا ابدأ حلها برضو نفس القصة بتخذها زي ما هي بس يساوي طبعا يعني ميقول اما 2x ناقص 7 اكس زائد اثنين او بقول اثنين اكس ناقص 7 يساوي بضرب هاي بسالب سالب اكس ناقص اثنين الان صفح المعادلات هذه جمع الاكسات مع بعض جمعوا الارقام مع بعض يلا نجمع الاكسات لو جبنا الاكس هاي هون ودينا هاي لهون صار عندنا اثنين اكس نجيب الاكس موجب بصير سالب يساوي عندي اثنين وهاي سالب 7 لما نقولها هناك بصير موجب سبعة اثنين اكس ناقص اكس اكس واثنين زائد سبعة تسعة هاي الحل الاول نشوف نشوف الثاني نفس الاشي جمع الاكسات وجمع الارقام يلا جمع الاكسات هاي هون هاي هون اثنين اكس سالب لما نقولها بصير موجب يساوي عندي سالب اثنين سالب سبعة لما نقولها موجب سبعة موجب سبعة اثنين اكس زائد اكس ثري اكس وثري يعني ثلاثة يساوي سالب اثنين زائد سبعة قديش خمسة لانه منطرح وشارة الاكبر طب على ثلاث على ثلاث اذا الاكس تساوي قديش صارت خمسة على ثلاث اذا بتختار رقم بين الرقمين رقم بين الرقمين سو احببقوله طبهم شانا اختار انا الخمسة على ثلاثة قديش شاي بعرفش عادي بسيطة بسيطة يا ابلي انت وياه بسيطة خمسة على ثلاث طب عارب تجبر كويها مشان تعرفو لو معكم خمس دنانير قسموه مع ثلاث اشخاص على طول كنا منعرف طب ليش بالمصاري بنعرف لالقام بنعرف كيش خمس دنانير يبدأ قسموه مع ثلاث بطلع له ليرة وهذا ليرة وهذا ليرة بضع الليرتين بنقسم عليه بطلع ليرة وشوي صح ليرة وشوي يعني واحد وشوي اذا هذا الرقم واحد وشوي وهذا الرقم تسعة اعطوني رقم بينهم 2 مثلا بقول له x تساوي 2 طب يلا نعوضه في المتباين الأصلية هون بدأقول 2 ب2 4 ناقص 7 هل هي أقل أو تساوي 2 زاد 2 طب 4 ناقص 7 سالب 3 قيمة مطلقة 3 هل هي أقل أو تساوي 2 زاد 2 هي 4 هل الثلاثة أقل من الأربعة والله صح الثلاثة أقل من الأربعة إذن الحل بينهما باكتب الرقم الصغير 5 على 3 فاصة بحط الرقم الكبير 9 طب أحط الفترة مغلقة ولا مفتوحة يقول لكم شو حكيته مغلقة لأنه شو في عنا مساوى فالفترة مغلقة إذن الفترة مغلقة على فكرة والله حلو بسيط يعني حلو القيمة مطلقة مع قيمة مطلقة بسويهم مرة زي مهم مرة ربع كس واحد صح بطلع رقمين بيأخذ رقم بينهم مين عوضوا في المتباين إذا آه بيكون حل بينهم إذا لا على الأطراف طبعا ننسى مطلعش معنى حل على الأطراف آه هانا ماشيين ماشيين حتى يطلع معنى حل الأطراف كبه طيب شو بتكلون أزرق؟ هاي أزرق العيناكم القيمة المطلقة لخمسة ناقص إكس أكبر من القيمة المطلقة لإكس زائد أربعة يعني شو يعني شديت حالة كنت يعني بدت تخوفنا؟ يا زي ما عادي أه خمسة ناقص إكس تساوي إكس زائد أربعة أو خمسة ناقص إكس تساوي سالب إكس ناقص أربعة تمام؟ تمام مرات بيكون في واحد نايم بالحصة صح؟ آه في جهاز نايم شو كلها استاذ استاذ؟ آه شو بده؟ عادي لو عملنا هاي سالب خمسة زائد إكس وخلينا هاي زي ما هي يا زي ما احنا حكناها هو للحصة يا زي ما لك يا رجل والله عادي بتقلب واحدة منهم بس قوعد تقلب الثنتين إنك إذا قلبت الثنتين كأنك ما سويت شي شيء كأنك خليت أهاي عفكرة لما منقلب الإشارة نقلب واحدة منهم يا اليمين يا الاشمال وما بيفرق مين ما بتكم طب حدين جاء زي ما جننتنا فيها تجمع الإكسات مع بعض جمع الأرقام مع بعض خلص قصة يا رجل تسوي لي يا قصة يا زعمي جيب إلي الإكس عند الإكس ودي الرقم عند الرقم سالب إكس موجب لما نقوله بيصير سالب ليساوي أربعة خمسة لما نقولها سالب خمسة ضرر طب سالب إكس وسالب إكس سالب 2 أكس أربعة ناقص خمسة سالب واحد على سالب اثنين على سالب اثنين راحت هاي X تساوي طب هون فيه سالب وهون فيه سالب أكيد بروح نش سوالب نص هاي نص جامل يلا نحل هاي شوف مع بعض جيب الX عند الX وود الرقم عند الرقم سالب X سالب لما نقوله بصير موجب يساوي سالب 4 نقوله الخمسة هون سالب 5 طب سالب X زايد X سالب X سالب X سالب X زايد X شوف أطلعه صفر سالب موجب نطرح إذن صفر يساوي سالب 9 رأيكم الصفر يساوي سالب 9 يعني اللي مدييني بتزع دانانير زي اللي معوش ولا دينار لا والله اللي معوش ولا دينار راحسن لأنه معوش ولا دينار بس هو مش مديون زي هذات ماشي معناته الصفر لا يساوي سالب 9 إذن مجموعة الحل هنا شو هي فاي طيب انت قلت لنا لما تكون قيمة مطلقة مع قيمة مطلقة بيطلع حلين بنيجي بناخد رقم بين هالحلين اذا آه بينهم اذا لا على اطراف طب هم مطلعش حلين شو اعمل ولاش اعمل شي بنعمل شاي بنشرب كاسة شامل نمخمخ عليها منفكر بيقول لها شغل عادي ما عنديش غير رقم واحد اللي هو النص هايو مو الحل يبدو كون هون يبدو كون هون الحل ما فيش مجال يبدو كون اكبر من النص يبدو كون اصغر من النص طيب مشان اعرف بقول لك عوض رقم اعطيني رقم مثلا في المنطقة هاي هاي المنطقة اقل من النص اخدنا الصفر منعوضه وين في المتباين العصلي اذا آه بقول له ولا الحل هون في المنطقة هاي واذا لا بقول لهذا الحل في المنطقة هاي صار طيب الان احنا اخدنا الصفر نعوض الصفر بنقول له خمسة ناقص صفر هل هو اكبر هل هو اكبر من صفر زائد اربعة? خمسة ناقص صفر خمسة. وقيمة مطلقة خمسة. الخمسة هل هي اكبر من صفر زائد اربعة اللي هي اربعة? الخمسة اكبره من اربعة? فكر. ها. بده افكر انه يا. خمسة اكبر من اربعة? سبديجة ما عارفين فكر. طب خلني اتصل على واحد. سنة شو هاي برين. من اين التليفون? الو? ابوكتط? اه. ابوكتط فيه سؤال لعنا هنا بقولك خمسة اكبر من اربعة? اه خمسة اكبر? اه والله? عن جد? طب احنا ميارا فيها الزلمة. يعني ليش هادا حالك انت? يعطيكو بالعافية. يا الله. خمسة اكبر من اربعة بتقوله صح? لما اخترنا الرقم مش اخترناه في المنطقة هاي. اذا نحل في هاي المنطقة. طب المنطقة هاي جاي اقل من نص. يعني منويا شو اللي بكون هون سالب مالا نهاية. هاي سالب مالا نهاية دائما مفتوحة. لو ينل الرقم مين? نص. طب النص مغلق ولا مفتوحة? نطلع هون في مسواة? لا يعني مفتوحة. اذا مفتوحة. تمام? اذا من سالب مالا نهاية للنص كانت اجابة ها هيدا السؤال. هيدا السؤال بس مش زي هيداك السؤال. طيب عنا هذا المثال الرابع على هذا الموضوع والاخير ما لك ايش 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 ايدي 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 ايدي. اوقع علينا. يا خد الله خدنا اللي بكون بناتهم. ما خدنا لما طلع فاي ما اقول ما بدوش اعطينا ولا سؤال الستاذ انه يكون هون وهون الحل على طراف. تعالي نجرب. صلوا على رسول الله. اللهم صل واسلم على سيدنا محمد. هذا السؤال. ايش نعمل? مين سبقني بالحل. والله تشوفيكم زوجتوني بالحل. عسي الله. تعالي نشرحوا. اثنين اكس زائد ثلاثة. يساوي اكس نقص اثنين. او. اثنين اكس. زائد ثلاثة. يساوي اضربوهاي بسالب. سالب اكس. زائد اثنين. اي والله مش طلع اكس. طلع الفة معاي. الله اكبر. اقصر بالله زي. نزمت حتى كتابة. علمناك الكتابة يا بقطيط ومش عارفت اكتب. هو. تساوي سالب اكس. هاي سالب اكس. ناقص اثنين بصير زائد اثنين. نضربوها بسالب احنا هون. طلع شو نعمل? جمع البكسات. البكسات شو البكسات هاي? الاكسات مع بعض. والارقم مع بعض. طيب. اجيبوا هالاكس هاي هون. واجيبوا الرقم هون. اثنين اكس. هاي اكس. اذا انا قلتها هون شو بصير. سالب اكس. يساوي هون عندي سالب اثنين. وهاي الموجب ثلاثة لما نقول هون بصير سالبregى ثلاث. طب اثنين اكس. اثنين اكس ناقص اكس. اثنين اكس. يعني عندي ثنتين اكس. جيمو منها اكس. بظل اكس. هاي اكس. سالب اثنين ناقص ثلاث. سالب خمسة. حلو. خلصنا من هاي. ليجوا هون. عندي. جيبي اكس عند الاكس. وادا الرقم. عند الرقم. اثنين اكس. لو جيبنا سالب. هي سالب اكس. Spectrum casa. لما هون عنا اثنين وهون ثلاثة لما نقولها شو بصير سالب ثلاثة طب اثنين اكس زائد اكس خوف الله انها ايش ثلاثة اكس اثنين ناقص ثلاثة سالب واحد على ثلاثة على ثلاثة اذا اكس تساوي سالب واحد على ثلاثة حلو هاي طلع انتي قيمتين لا اكس بس بتختار واحدة بينهم واحد بقولي طب استننا ها انا مش عارف مثلا ها بقوله سالب خمسة وسالب واحدة ثلاثة اكيد هي سالب خمسة اكيد هي سالب واحدة ثلاثة السالب هيك اه ماشي مش ارحط السالب واحدة ثلاثة هون والسالب خمسة هون طب شو اعمل بقول لي اعمل لاتي هات لك رقم بينهم بقول لك زم طب رقم بينهم اللي شايفو صعبة لي زمي سالب ثلث وسالب خمسة يزم سالب واحد يزم سالب اثنين سالب ثلاث يزم سالب اربعة يزم اي رغم بدك اياه. اذا ما اقول لي يا زالن بس. المهم يشتغل. بتقول لي اكس تساوي قديش? سالب واحد. رحنا. رحنا نعوضه في المتباينة. هاي المتباينة بعدنا. بتقول لي اثنين. مضروبة في سالب واحد سالب اثنين. زائد ثلاث. هل هي اكبر او تساوي سالب واحد ناقص اثنين? اقولوا تعالوا نشوف. سالب اثنين زائد ثلاثة واحد. وقيمة المطلقة لها واحد. هل هي اكبر او تساوي سالب واحد ناقص اثنين سالب ثلاث? قيمة مطلقة يعني ثلاث. هل الواحد اكبر من الثلاث? الواحد اكبر من الثلاث? او يساوي ثلاث? يا عم افكر فيها او الرنع بوكتيت زي قبل شوي? تقول لي لا يجب ليش ترنع بوكتيت? تسمى الواحد اكبر من ثلاث? لا والله الواحد ما هو اكبر من ثلاث. اذا هاي خطأ. اقول لك اذا في الحالة هاي الحل وين بيكون? الحل بدو يكون هيك. لان احنا اخذنا رقم بينهم. طلع لا مش هون الح حل. صح؟ اذا دو كون حل هون. فهاي تكتب من سالب مالة نهاية. هاي مفتوحة طبعا. لسالب خمسة. ارجعوا لي هون في مسواة او اعمالها مغلقة. اتحاد. سالب واحد على ثلاث. مغلقة لانه في مسواة عندنا. لا المالة نهاية. وهي مفتوحة. وهيك بكون احنا خلصنا موضوع كيف نحلم وعادرة قيمة مطلقة. وكيف نحلم وتبانية قيمة مطلقة. وكيف نحلم وتبانية قيمة مطلقة. كيف نحلم وتبانية قيمة مطلقة? كيف نحلم وتبانية قيمة مطلقة? عالطرفين جاية. جاي وين? على الطرفين. طبعا حصتنا الجاي راح نكون انه كيف يكون عخط الاعداد ونمثل القيمة المطلقة. راح تكون حصة خفيفة لطيفة كاتكوتة فيها هذا الموضوع. بالاضافة لسؤال او سؤال من الكتاب عندكم موجودات. حبي تشرح لكم اياهم الحصة الجاي. ربنا يعطيكم الف عافية. وربنا يوفيكم يا رب. وتعبوا حالكم حتى بكرة نشوفكم من الاوائل. ان شاء الله يا رب لكاتر المهندسين. ومن افخم الناس الموجودين. يعطيكم الف عافية يا رب. واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.